يا صباح الفل والورد والياسمين على أجدع ناس المصريين يوم جديد يوم جميل بإذن الله وبفضله علينا الحمد لله وعندنا شمس جميلة جدا ومازلنا بنعيش أجواء الشمس الحلوة في 30 و30 ينير بكرة ويعني خلاص الدنيا كلها برد وتلج وإحنا ربنا كارمنا بالشوية الشمس اللي عندنا دول ينزلوا استمتعوا النهاردة اللي عنده أجازة ينزل استمتع بالشمس طيب عايز أتكلم على حاجة سريعة جدا هون بارح كان فيه إيه يا جماعة كان فيه ماتشين السيمي فاينل اللي هم مين؟ الماتش بتاع السويد والماتش بتاع الدنيمارك مش هتكلم على الماتشين بس هقول إن حاجة يعني إن إحنا لازم نفتخر قوي 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 برجالتنا اللي اتعادلوا مع السويد واللي اتغلبوا من الدنيمارك يعني بها يعني كان الماتش ماشي يسيجالوا ده معنا إيه؟ معنا إن إحنا سيبك من إحنا من التمانية العظام إن إحنا عظماء جدا وإن إحنا أحراجنا أبطال العالم وإن إحنا أحراجنا الفريق القوي جدا اللي ماشي يعني بيشق طريقه الفرقتين اللي بيلعبوا في الفاينل إحنا لعبنا معهم وعملنا معهم شغل عليه جدا 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 ده بيبشر إن إحنا عندنا فريق محترم فريق كلنا بنفخر به مش معنى إن كرة ضعتك وإنت توفيق من عند ربنا والمبارات كلها سجال لكن المبارات اللي إنت بتحس فيها إن الناس قدت وكانت بتاكل في الملعب فعلا لدارة إن الأطفال الصغيرة كانوا بيقوموا يصوتوا لما بنجيب جون عشان خاطر شايفين الجون بيجي هنا وبيرجع هنا وبيرجع هنا وبيرجع هنا والدنيا كانت عاملة إزاي؟ وكل الناس قاعدة بتتفرج على الهاندبول دي كفاية فاخرين بيكم جدا يا شبابنا وإن شاء الله البطولة الجاية تبقى بتاعتكم طيب خلينا نروح حياتي تانية خالص النهاردة بما إن أنا عندي فقرتين فقرة منهم ليها علاقة بتطوير الريف والحياة الكريمة هناك أنا بس عايز أرجع شوية كده الجيل بتاعي للسبعينات والثمانينات أيام الريف المصري تعزمان فاكرين التوتة والساقية والترعة فاكرين الجميزة فاكرين حكاوي خالتك الجنية الندهة لما تقعد على الفرن ومش عارف خالتك اعتباد تقعد تحكي لك وتقول لك خلي بالك أوها تروح بالليل بعد المغربية عالترعة حسن تختفك وتقول كلام ده فاكرين الكلام ده فاكرين ريحة الحطب ساعة المغربية عشان خاطر بيطلع كده وتبقى فيه ريحة كده الناس اللي بتغبز واللي قاهدة في البيت فاكرين البتاون فاكرين البكاكيم فاكرين العايش الشمسي فاكرين الحاجات تحت زمان الخيرات فاكرين لما كان حد بيجينا البيت زمان بال ثبتين ثبت فيه هتلاقى وزة طلعة منه كده وشوية خيرات كده الحاجات الطيور والحاجات اللي طلعة دي والثبت التاني ما اللي يعني بقى فوله وعدسه ومش عارف ايه الحاجات التانية دي كله بتمقى شيلة كبيرة كده وجاي بقى بالقطر ولا جاي ازاي بطريقته وداخل كده بالجلبية وريحة الخيرات وهي داخل البيت كده فاكرين الصبح ساعة الفجرية لما كان الفلاح بيسحب انا ياسف الله بزي انا بس يبتقال كده يعني البقرة والجموسة بتاعته وراكب حماره وراح على الغيط جنب الترع وبيفضل ماشي لغاية لما يوصل لغيت بتاعه عشان يفتح القناية عشان تسئل اللي هو زرعه سواء بقى قطنة او رز او ايا كان فول ايا كان المحصول فاكرين لما كان الفلاحين هيفهموا او كلمة دي لما كان الفلاح بيجر يعني ايه بيجر يعني كان بياخد سوري في اللافز برضو الحمار وبينقل الطينة بتاعت زريبة المواشي للغيت عشان ده سميت للغيت ويجيب الطينة الصمرة النضيفة عشان خطر يفرشها تحت المواشي عنده في البيت فاكرين الراجل هو بسحب الجمل بتاعه هو رايح عشان يروح على رزقه فاكرين وفاكرين 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 الست الصبحة ساعة الفجرية كده اول ما بعد الفجرية بشواء المانور يشقشق كده تفتح الباب القديم اللي هو الخشب ويطلع منه الوز بيجري هو والبط عالترع عشان يستلقت رزقه كده والحمام يطير روح عالجورن عشان يأكل شوية يعني الحبوب اللي باقية من الدريس المرة اللي فاتت او لما كانوا يدريسوا الرزة او الغلة الحاجات دي للأسف من بداية او نص التمانينات انا مش لقيها يعني حاولت انزل انا محبة التصوير زي ما حضرتكوا عارفين وانا عاشق للريف المصر وتربيت رايح جاية عليها وكنا بنسافر بالمناسبة عشان نتكلم على الطرق كمان زمان كنا بنوضب نفسنا كان فيه سفريتين في الصيف يا اما المصيف اسكندرية رأس البر او مثلا مرسى ما تروح يا اما العزبة والبلد انا من واحد الناس كنت بموت في حتة البلد كنت بروح بقى ايه بنطلق هناك اتعلمت القرآن الكريم في الكتاب وكان بيقعد الشيخ عبدالفتح روالله يرحمه كان بيقعد معنا في البالكون ويحفظني واول صورة حفظتها في حياتي قال ام نشرح لك اسطر وكان بيحفظها لي عشان خطر روح اقعد في الكتاب مع بقية الفلاحين الاطفال لأصدقائنا ونقعد انها تبارى كل واحد بالصورة اللي هو حفظها الشيخ محمد كان بيقعد بيحفظنا وكان جنبه خرزان عمره مستعملها احنا كنا بنخاف من خرزان ما كناش فهمين دي ايه هتريني هو كان ماشي بس عشان هو كان كفيف فكان بيمشي بيها فاحنا كنا خوف ان هو يزعل مننا ان احنا محفظناش كنا بنحفظ جدا وبتلاوة وتجويد وكان بيصلح لنا التلاوة والتجويد دي عشان كنا الحمد لله بفضل الله حفظنا حاجات كتيرة جدا من القرآن الكريم الاجواء دي بقتش موجودة في اواخل التمنينات كان فيه صفر بتاع الفلاحين اللي صفر العراق ورجع بمروحة ومش عارفة فاكرين انتم جودة واللي هاجر من الريف للبندر عشان نشوف فرصة تانية النهاردة احنا بنعمل ايه كدولة احنا بنرجع تاني الريف المصري بنعمل حياة كريمة للسادة يعني المواطنين المصريين اللي عايشين هناك بنرجع الشباب ان هم يستسرق يستصلحوا اراضي ويرجعوا بلدهم تاني او المحافظات بعيدة مشان نرجع نزرع تاني ونملك قطنا تاني بنشتغل ونستثمر في حياة كريمة في الصحة بنشتغل في التعليم بنشتغل في البنيان الاساسية عملنا طرق كتيرة جبيرة جدا عملنا المرحلة القولة على اكمل وجهة هنتكلم فيها مع عظيف الكريم النهاردة ونشوف مرحلة تانية والتالتة يحصل فيها ايه بس برضو انا نفسي ارجع لاقي تاني توتة وساقية نفسي اراقي تاني جميزة نفسي الاقي الصبايا هم رايحين يملوا الزلع بتاعتهم مية من الترمبة نفسي الاقي الاجواء دي نفسي اسمح صوت الديابة بعد المغربية من بعيد كده والوحد يبقى خايف ويخش النموسية بتاعته وعى السرير عشان خايف طبعا صف شطة بتلاقي نموس قد كده فوانت نعم بليت بقعد قلقان كده وبتسمح صوت الكلاب وهي بتهوى حواليك بتحروسك واستقبال الناس ليك او يعني البعضهم قعدت الجميزة بكوباية الشايسة العصاري كده من الخمسينة ونعد نحكي وفلان راح الحجاز وربنا يرجع بالسلامة والحاجات دي كلها فدي اجواء جميلة جدا اتعشم منها ترجع تاني عشان الاجيال للأسف انا من الجيل اللي شفت الكلام ده ودلوقتي صعبان عليها الحاجات دي الاجيال دي ما شافتهاش فدي خيرات جميلة جدا يا رب نرجع عليها تاني طيب خلينا نروح بقى لفقراتنا النهاردة هنتكلم اكتر عريف المصري في المرات القادمة هقالوك حاجات اكتر عن كده النهاردة نكلم عن مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى وهيكون معايا ضيفي الكريم الكاتب الصحفي وائل احمد محمود نائب رئيس تحرير بوابة اخبار اليوم هيكلمني اكتر عن هذا الموضوع وبعد كده هنروح للفقرة جميلة جدا وهي بالكلمة نبني وطن اهمية الكلمة عشان تبني بلدك كلمة سلاح زوح الدين يتبني يتهد احنا مستخدمة في البناء زي ما بنبني بلدنا في كل المجالات هكون معايا اشعارة ايمان فريد المتقلقة اللي هتقول لنا كلام جميل جدا 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 طيب على بال ما هناخد بريك كده سريع تحضركوا ببيت الشاي وارجعوا لنا تاني بعد الفصل يا لا ايمان العلم روح العمل يا همة العمال والنصر سبب الجهاد والعبرة بالاعمال يا رب خلي العمال اصل العاملين مفهوم يا صانعين التاريخ والمجل الأجيال قبل كلامي سلامي للعمال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة